في الاردن كانت المرأة ولا تزال مصدرا للثقة والدعم لكل من حولها بدءا من عائلتها ووصولا الى وطنها كاملا فهي المؤثر الاول في بناء مجتمعات قوية امنة يعمها السلام وبهدف تهيئة بيئة تقدر القيمة الحقيقية للمرأة في صنع التغيير المجتمعي انطلقت الخطة الاردنية الوطنية لتفعيل قرار مجلس الامن تلتعاش خمس وعشرين المرأة والامن والسلام لتساعد المرأة الاردنية على احداث اثر دائم ومواصلة دورها الايجابي في احلال الامن والسلام ليس فقط على مستوى الاردن بل على مستوى العالم ومن اجل ذلك تتعاون هيئة الامم المتحدة مع الحكومة الاردنية من اجل انجاز اربعة اهداف رئيسية تتمثل في تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة في القطاعات الامنية والعسكرية وفي عمليات السلام ودعم توليها لمراكز قيادية في هذه المجالات يعني انا وجد نظر المرأة اه لازمة في كل مكان في القوات المسألة يعني ما في مكان باعتقد ان المرأة ما لازم تكون موجودة فيه انت في العمليات العسكرية او المدنية دائما بحاجة لوجود العنصر النسائي معك في الميشن اللي خاصة فيك اه دائما لانه البيئة اللي بتتعامل فيها دائما فيها عنصر نسائي وبالتالي هناك حاجة لوجود عنصر مسائي مع القوة اللي معك سواء كانت هذه المشن سلمية بحث وتفتيش أو عمليات قتالية أنت بحاجة دائما التعامل مع عنصر نسائي أصبح تطوير لدينا في الشرطيات وخصوصا الضابطات في استلام المواقع القيادية والإدارية المتقدم ومواقع صنع القرار ونتطلع في المستقبل إن شاء الله أن يكون في عندنا مواقع قيادية أفضل لشرطة نسائية مثل رئيس المركز الأمني يكون عندنا شرطة نسائية رئيس مركز الدفاع المدني يكون أيضا من الشرطة النسائية وهل المجرى التنافس كان يقوم على القدرات وليس على هناك خصوصية سواء كانت للذكر أو الأنثى فمن يملك القدرات يستطيع الحصول على ما يريد من المعطيات الموجودة في كل المواقع المرأة أثبتت وجودها وقدرتها وتحملها المسئولية وهي على قدر تام عندها العطاء والكفاءة الكاملة وليس بس في قطاع الجهاز الأمنعان في قواتنا المسلحة في الدفاع المدني بالمخابرات أنا هيني كقائد فصيل يعني لساني مترفع على ملازم بس إلي صرت على مباشرة القائد فصيل يعني هنا في الدرك بنات مهندسات وجامعيات ووصلت لمراحل تعليمية عالية تأهلهم يكونوا في مناسب عالية تحقيق المشاركة الفاعلة للمرأة في بناء وصنع السلام الوطني والإقليمي كان أنا إلي العديد من الإنجازات منذ خدمتي بالقوات المسلحة الأردنية لكن أهم إنجاز أثر فيه ولغاية الآن كان إليه تأثير حياتي العسكري اللي هي مشاركتي بالمستشفى الميداني الأردني غزة 30 فصيل النسائي يتم تدريبه على جميع مواضيع التدريب المختلفة من الرمايات من تدريب المناطق الجبلية بالإضافة إلى ذلك يتم إشراكم بجميع الواجبات والمهام التي يتم تنفيذها داخليا وخارجيا توفير الخدمات الإنسانية المستجيبة وإتاحة الوصول إليها بشكل آمن من قبل النساء والفتيات خاصة خلال أوقات الأزمات كجائحة كورونا التي عصفت بالأردن والعالم دور الظاهر والبارز كان للمرأة بالخدمات الطبية بشكل عام تواجدا في فنادق الحجر في البحر الميت وعمان بشكل دائم ومرضات أو طبيبات كانين حجرا بالفندق 14 يوم مع المحجورين كنا نحطر كل الكادر الطبية بختلطوا بالفندق ومرافقوا بشكل الضغط اللي اتعرض لإلوالجهاز بفترة الأزمة الكورونا كانت تتوصل البلاغات أو اللي هو الاتصال على 911 ل2800 حال طبعا التواجد النسائي في إدارة حماية الأسرة منذ بداية تأسيسها لغاية الآن أكيد زاد كونها تعتمد بشكل أساسي على العنصر النسائي لطبيعة وظروف العمل مع حالات العنف الأسري وكونوا نتعامل مع نساء معنفات وأطفال بناء ثقافة مجتمعية داعمة لدور النساء والشابات في تحقيق الأمن والسلام ومشجعة على المساواة بين الجنسين بدءا من الأسرة ووصولا إلى المجتمع كاملا في عندك اختراعات يعني وعمليات جراحية الآن في طبيبة جراحة كنا نقبل طبيبة أطفال الآن في عندك طبيبة جراحة طبيبة جراحة وصلت لجراحة العامة وجراحة الكبد وجراحات العيون وسجلوا براءات اختراع خطة تفعيل قرار مجلس الأمن 13-25 صيغت لتشجع المرأة الأردنية على إطلاق العنان لإمكاناتها في المجالات الأمنية والعسكرية وتمكينها من تشكيل مسيرة مهنية مشرفة تخدم من خلالها مجتمعاتها محلية كانت أم إقليمية نساء أم رجالا ولتساهم في تحقيق السلام والأمن حول العالم أجمع مهمة وجد المهمة